رغم الأجواء الروحانية التي يتمتع بها شهر رمضان المبارك إلا أن هناك ظواهر سلبية يرتكبها الأطفال الذين يبتهجون بأجواء رمضان ما يسبب الإزعاج وأيضا يتسبب بحدوث إصابات بين الأطفال نتيجة ألعابهم بالمفرقعات والألعاب النارية أينما تولي وجهك في شوارع رؤى زقة الزرقاء ستتناهى إلى أذنيك شكاوي الأهالي المتكررة من انتشار الألعاب النارية أو ما يعرف بالمفرقعات ولعل هذه الظاهرات تتفاقم مع قدوم شهر رمضان فقط وباتت مصدرا لإزعاج المواطنين والمصلين خصوصا أنها تنتشر بعد الإفطار وتستمر إلى ساعة السحور هذه المفرقعات أصبحت ظاهرة بتشكل خطورة جدا على الأطفال وإضافة لذلك بتشكل إنزعاج كبير من خلال المواطنين وأيضا للمتوجهين للصلاة يعني للأمانة نحن بمنطقة حي الزواهر في الزرقاء نرى كثير إزعاج من قبل الأطفال من خلال المصليين ومن خلال أيضا اللي بتكون متواجدين داخل المساجد باستخدام المفرقعات محافظة الزرقاء قامت بعدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة الموسمية وتقوم بمخالفة لكل من يقوم ببيع واستيراد هذه المواد الرقابة بكل أشكال الرقابة في موضوع الألعاب النارية اللي بتمثل يعني في إجراءات قد تكون فيها مخالفة واللي فعلا يعني من بداية الشهر الفضيل تم يعني اتخاذ إجراءات اللي تكفل عدم السماح باستخدام هذه المفرقعات اللي ممكن تشكل يعني خطر على سلامة المواطنين واللي كمان ممكن اتروع الإخوان المصلين في المساجد رغم التحذيرات المستمرة والسنوية تبقى المفرقعات مصدر الإزعاج الأول في شهر رمضان للمصلين ناهيك عن مخاطرها على صحة وسلامة الأطفال وممتلكات المواطنين الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة وضع حد لها ولبائعها محمد أبو علوان رؤية